مشاهدنا الكرام جاءنا ما يلي أهاب مصدر المسؤول في وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين اتباع التعليمات تجاه أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا وذلك من اليوم الاثنين وأوضح المصدر أن من يخالف أمر منع التجول التجول سيعاقب بما يأتي يعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 ألاف ريال وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 20 يوما بموجب قرار من سمو وزير الداخلية ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف ثم لم يمتثل لسلطات المختصة بتنفيذ المنع ولا يسري على حالات الضرورة القصوى بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة وفقا لما تحدده الجهة المختصة وأكد المصدر أن المحافظة على الصحة العامة من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة اشتركوا في القناة